كيف تقول باللغة الإنجليزية متى يناموا الأطفال تكوين الجمل باللغة الإنجليزية يحتاج لأساس يحتاج لقواعد يحتاج لأزمنة وتعرف شلون تنفي الجملة بحيث أنت من تريد تتكلم باللغة الإنجليزية عن حدث تم بالماضي لازم تعرف هذا زمن الماضي وتطبق عليه وتأخذ الجمل وتسويه النفي كل هذه القصص موجودة بالملزمة اللي نشرها قبل هذا البصمة كل شي موجود بيها شون تكون جملة باللغة الإنجليزية وشلون تنفيها من أريد أقول لك حشيلي جملة وقل لي متى ينام الأطفال باللغة الإنجليزية موجودة القاعدة وراح نأخذها فنقول لك مثلا when do children sleep بعدين أريدك تغير ليها سوي ليها مثلا بدال ينام أريدك يسوي ليها يذهب إلى المدرسة بعدين بدال ما يذهب إلى المدرسة يذهب إلى السوبرماكت بعدين على سبيل المثال أقول لك كيف يذهب الأطفال إلى الجامعة وعلى المدرسة وإلى آخره كل هذه التغييرات شون تكون جملة شون تسويها نفي شون تسويها سؤال بالإضافة إلى الأفعال الشاذة اللي موجودة وراح نأخذ الزمن بعدين نطبق عليه الأفعال الشاذة اللي راح نحفظهن وبعدين نسويها النفي بعدين نسويها سؤال شون تكون جملة سؤال كل هذه التفاصيل موجودة بهذا الكورس لحيث هذا الكورس اللي راح تأخذه راح يكون هو كورس شون نقول أساسيات مستوى أول بعد ما أنت تدرس هذا المستوى المستوى الأول أمورك تصير تمام تعرف تكون جملة تعرف تنفي تعرف تسأل وتعرف تجاو لأن أنا راح أسوي نقاشات بالأزمنة مثلا نقول لك يعني مثلا يلا تفضل اسأل هذا السؤال وطالب ثاني راح يجوب بعدين الطالب الآخر راح يغير السؤال يغير الأفعال فرح يصير نقاش على القاعدة إلى أن تضبطها 100% بحيث احنا بالمستوى الآخر اللي راح يبدأ ان شاء الله بعد هذا المستوى بشهر السابع بشهر الثامن راح يبدأ المستوى الثاني اللي هذا راح نأخذ به قطع باللغة الإنجليزية قطع أجنبية أفلام والناقش هاي الأفلام بحيث احنا نقول له هذه الجملة مثلا نشرح لك هاي الجملة قل لك شوف هاي الجملة هاي مضارع بسيط تذكر من أخذناها بالمستوى الأول فبالتالي انت راح يصير عندك أساس قوي أهلك أن أنت تقدر تدرس القطع وتفهم هاي الجملة ليش صارت هي وش فك تسوي السؤال بعدين إذا ردتين فيها تنفي وراح يصير عندك لغة وتقدر تتكلم باللغة الإنجليزية لأن أساس تعلم اللغة الإنجليزية يحتاج إلى أساس وتكوين جملة شلون تقدر تحكي إنجليزي بدون ما تكون جملة شلون تقدر تكون جملة وانت ما تعرف الزمن وانت ما تعرف الفاعل وين يكون والفعل وين يكون وما تعرف وتغير الفعل فأساس تعلم اللغة الإنجليزية هو تكوين جملة وهذا اللي موجود بهذا الكورس فأي طالب يقول هذا نحو ما تعلم عنده إنجليزي هذا غلطان تحياتي لكم